السلام عليكم ورحمة الله متابعين الاعزاء متابعي قناة دعم مدرسي مرحبا بكم دائما على القناة اذا نتابع الدروس العلم الفيزيائيه لان وصلنا لدرس الدوابن في الماء اذا نتابع الدروس العلم الفيديو لا بالعربية ولا الفرنسية باش كما قلنا العربية باش كتفهم الدرس كتار والفرنسي باش كتضبط المصطلحات لانه هي باش غاد تحتاج باش جوب باش غاد تشارك في القسم ونخليكم رقم الواتساب يعني اللي بغان نضم معنا الگروب الخاص ديال الواتساب اللي هو يعني جروب خاص يعني مدفوع يعني مقابل يعني واحد مساهمة مادية رمزية بالنسبة للدورات التانية ككل إذن اللي بغاء ينضم لنا فيخلي يعني الوالدين ديالو هم اللي تواصلوا معنا إذن غاد نبدأ الدرس أنا لا سوليسيون شنه يا إن صوليسيون شنه هو اللي محلول ملانج هوموجين ملانج هوموجين ملانج هوموجين ثم ملانج هوموجين لتِ Leave يسمى المذاب يجب ان يكون مضيب يجب ان تحفظ يجب ان يتحفظ يجب ان يتعامل ملانج اوموجين خليط متجانس سممقه مادة كيميائية يومي المضيب ه المضيب يجب ان يصنع السائل الموداب اسما فول اشنا هوا لسولد تي هاد اتن اغنا اي تون espèce chimik destiné ها سدي سودر dans un solvant هوا اغنا وحد الناوع kimiai اللي موجه اللي قابل انه يدوب فوحد لسولvant يعني فوحد سايل فوحد المودد il peut se présente هال اتا solide, likid ou gazo يقدار يكون هاد الموداب هاد يقدار يكون solide يقدار يكون likid يقدار يكون gazo يقدار يكون لسل يقدار يكون لسل يقدار يكون likid مثلا الالكول ولا الخل ولا يقدار يكون gazo يقدر يكون الماء ويكون فيها الغاز مدوبين فيها الغاز حتى تحركو هذا كيف نقول لنا فوقاعات الالغاز يقدر يكون لسوليد ولا likid المهم انه يقبل دوابا في واحد الموذيب هو الليكيد هو السائل دون لكل يدسو لسوليد اللي فيه كنا ندوبو هاد الموداب هاد جسم الموداب هاد سي لسولون إلو لسولوسيون اي أبله سولوسيون أكوز إلا كن هاد لسولون الموداب هو الماء إلا كنا نسعملو الماء هو الجسم الموداب فهاد المحلول هاد السولوسيون اللي هي المحلول كتسمة سولوسيون أكوز يعني محلول مائي محلول مائي سولوسيون أكوز لأن الموذيب لأن الموذيب تسمى هو الماء سولوسيون ثم احوال السولوسيون إلا كتنه كتنه فهد المحلول هي السولوسيون أكوز محلول ماء محلول ماء قابلية الدوابان في الماء محلول ماء ملون محلول ماء محلول ماء محلول ماء سجل السيل الملح الشخصين نقوم بتحمل قد تحت الجحيم المخفاف المحلول مركز اذا أشتري التعليق يجب أن تب ظاهر الملاحظة كما تب ظاهر لكم يصيح بنفسك وكيف اختفاع الفيديو تطريب المتشفى المتشفى التطبيق المتشفى تطبيق المتشفى تطبيق المتشفى وكيف تنقل المتشفى وهأطي المتشفى دعونا انه انه انسوليبه ليه غير قابل للدوابين ودائما اللي يكون فيه باقي الدروس انا نخلي لكم اسفل الفيديو لبش ما كتبقوش تقلبو على الدروس فلاشان كتبش مباشرة الاسفل الفيديو نخلي لك الرابط كتبت لكتلقى جميع الدروس مع الالسجارسيس مع كل شيء اذا باش غان ممكن احنا نشرحو انها بقات مختافت باش غان نشرحو انها هادلا ننه بان هادلا بوده دو فر est insoluble dans l'eau غير قابل لتوابن دباع نجربو بالما زايد لسل هذه مشي solution دعم قاعد mencionة هذه مشي solution هذا ملاج hétérogène خالت غير متجنس ولكن هنا ملغان ديرو لعود 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 على 1 g de sel كَسْكَا اللَّهَدُو لعود on observe لعود على أمساب لعود على ちょي ينبع لعود على الاجب而عود أما أننا ينبع أمساب أمساب بأس السل يكون قابل للذوابين في الماء محلول مخفف محلول مخفف محلول مخفف سل تقابل للذوابين سل تقابل للذوابين سل تقابل سل تقابل للذوابين سل تقابل للذوابين سل تقابل سل تقابل بالذواب Nike محلول موشبع ولا موشبع سافي إذن كتسما سوليشون ساتوري سافي ساتوري يعني ما بقاش عندو فين إزي إذن ماتنين كنقول المموار ساتوري يعني داكيرا سافي عمرات ما بقاش عنده فين زيد ساتوري إذن عندنا 3 тип de سوليشون إما كتكون la سوليشون ديلي ولكتكون concentري ولكتكون ساتوري إذن رنشوفوا هنا يالا كنكلزيون يعني الخلاصة هنا يفو الخلاصة لارد للا دي solيشون ديون سبستانس دان لول يعني منلي كن داوب وحد المادة في الماء لول إلو سوليشون ويل موذيب سافي لالسبستان دي سوت إلو سوليشون ديون موذيب يعني داك المادة اللي داوبنا هارة هي الموذيب للميلانج أو سوت سه سابيه لسوليشون إذن محلول طبيعا تحال لغنا الحاج اللي دابت في الماء كه ساتيني محلول هذه سوليشون أخوز محلول ماء إلي أنا يوجد الضوان يوجد أن تحضر تحضر المثال يكبر كميّة المثال والعبارة يشدونaki هي تحضر المثال خلاص lazy وليس تحضر المثال هنا يجب أن يكون هناك كمية قليلة من الموذب يعني اللي هو الملح سدسود طوالمن دونه يعني اللي كدوب تماما في الماء إسمكه يكون عندي سوليوسيو كونسانتري حاديثي ثالثي سدسود ح Courtney يعني من المالذي براح الله هو الموذب وخاة هناك ميقليلة يكون عندي اللي هو المالذي براح الله وحاد سولوشيون مركز وعندي لسولوشيون ساتوري لورسكو لسولوان اهنا صحيحا ملي كيكون الموداب لي هو الماء نبوه پا فر دي سودر تو لسولوتي ملي ما كيقدار شدوو بغا الجسم الموداب ادن هادا هو الانواع المحالي سافي كينا ندلوي ملي كان ديرو ستكون عندي ام بتي سولوتي السولوشيون ملي كيكون عندي ام بتي سولوتي ومع ذلك كالدوب كاملة في الماء سدسود توتالمن دون لورسكو والسولوشيون ساتوري هي من اللي ما كيبقاش قادر الجسم الموداب ما كيبقاش يقدر يزيد الدوب من هالك المادة يعني اللي هو الجسم الموداب سافي ادن هادو هما انواع المحالي إلا عقلتو كنتو درت واحد جريبة من اللي وصلنا لهذا الجسم يعني الماء مبقاش قادر يدور شفنا يعني كيفاش كنزيد يعني القابلية تنصرع الدوبان شفنا اما بالتحريك اما بتسخين اذا ملي كنذيرو اذا نغنشوف هنا يوحد حاجة اللي عندي يعني علاقة درجة الحرارة على الدوبان هنا كان عندي محلول مشبع شفتي بقاتلي واحد الكمية بزاف ديال الميل شوف الكمية كيفاش نقصات اذا تساعد عملية سخيل الخليط غير المتجانس على إذابات كمية الملح المترسب اذا يؤدي ارتفاع درجة حرارة الجسم المذيب الى إذابات كمية اكتر من الجسم الصلب القابل للدوبان فيه اذا هاتش اللي لدينا في الفرنسي هنا يمكن ملاحظة يمكن صدغ لكيد او غاز دون الوش هنا ممكن دوب حتى السائل يدوب في الماء وحتى الغاز يدوب في الماء يدوب في الماء يدوب إذا هنا الماء قدنا هنا ان الماء يدوب يعني اشو في الحرارة مني كان نسخنوه يدوب كمية أكتر من هذا المادة الصلبة إذا لي لدينا هذا الماء هذا اللي فيه الملح اللي بقي مدبش وسخنوه فغير دوب لنا أكتر هذا يعني الجسم اللي بقي هناك تأثير الحرارة على الدوب واخ الحاجة اللي بقي حسنو نعرفو في هذا الدرس هي la conservation de la mas لنحفاظ الكتلة أثناء الدوابن إذا نجدر ندوب واحد المادة في الماء إذا طبعا لحال لا ماذا تبدل لأن ما نقصنا من المادة ماذا في المادة فطبعا سيقوم ال conservation de la la mas لأن التحجم لمشي التحجم ما شدينا يعني هذا الخاليط مع هذا الخاليط وقرينا وقريتو في الخامس أن كتلة الخاليط لا تتغير تنحفظ كتلة الخاليط هذه قريتوها في الخامس دبنتو ما هدفوش دي السبعة إذا سوف يعني من اللي تبدل المقرر كنظون ما عاشوش قريتو في المقرر دي الخامس اللي تبدل أولا لا كنظون مهم ما متأكداش مع قلش دي أنا هو تبدل كنظون دا كالعيم لور دي السوليش لاماس totال دي solutay دي solvant رست constant يعني خلال عملية الدوابل لاماس totال يعني الكتلة الكلية دي solutay solvant يعني جسم موضيب والموضيب رست constant كتبقى تبتا إذا لاماس دي السوليش الكتلة دي المحلول هي كتلة الموضيب زائد كتلة الموضيب أو الموضيب زائد كتلة الموضيب إذا هادي ماشي شي حاجة اللي صعيبة سهلة إذا السائل داك المحلول راشنور فيه فيه الكتلة دي الماء أو لأي سائل واحد أخر والكتلة دي 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 دوبنا فيه Concentration ماسيك شني الconcentration ماسيك هي التركيز الكتالي Concentration هي التركيز الكتالي هي دي اللاماس التركيز الكتالي كنحسبوه هنا بهذا الطريق هادي الconcentration ماسيك اللي رمزو لها بلا لتر C دي دي سوليش و الماء دي سوليتي دي دي لتر دي سوليش L سي 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 دي كيف كنحسب la concentration ماسيك يعني التركيز الكتالي يعني شحل عندي القتلة في هذا السائل شحل عندي دي القتلة في هذا السائل مثلا شحل عندي من قرام دي الملح في 1 لتر و اخا هادي كتسمى concentration massic اذا نشد الماس دي السوليتي يعني كتلة الجسم المذيب المذيب كتلة الجسم المذيب هنا هنا حجم السوليش يعني حجم المحلول بالليتر صفيرة هيادي هيادي خاص الكتلة الجسم المذيب بتكون عندي بالقرام و حجم المحلول بالليتر مليك نقسم على بعض ياتهم يعطني التركيز الكتلي يعني شحل عندي الكتلة في هذا الليتر المحلول صفيف هادي هادي اللي كان علاقة بسيطة لابغوك تحسب التركيز الكتلي فقط تكون عندك الكتلة خاصة تكون بالقرام ويكون عندك حجم المحلول بالليتر صفيف وكتحسب انطلاقا من هاد العلاقة هادي اذا كنت من الأمور تكون مفهومة واشي انشاء الله انطلاقوا في سلاسيل التمارين اذا انطلاقوا بحول الله في القريب العاجي اشتركوا في القناة